من التاريخ ومن الجغرافية حكاية قال لم نرسل كعرب حتى قرورة مياه لغزا الدكتورة رفاق طبيب سيد العميدة نقول لك واشنطن ترسل غواصة للكيان العدو وتحدث وزير الدفاع الأمريكي وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل غواصة يو اس اس جورجيا إلى ما تسمى المنطقة المركزية لمساعدة الكيان وستترقب على رد إيراني منتظر يقول البنتاجون على أنه يواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ويعمل على تهديئة التوترات نعم هذه الغواصة تحمل 24 صاروخ كروز وأتت لمساندة الكيان السيوني في الرد على إيران إذا اقتضى الأمر هذا هو الليش جاتل لكن مرة أخرى هذا يدل على خوف الغرب والأمريكيين بصفة خاصة مما سيحدث هذا يسموه بالفرنسوي يعني استباق الأحداث لأنه يعرفوا حجم الضرار الذي يمكن يحدث الكيان في حالة هجوم مضاد من الإيرانيين ومن المقاومة اللبنانية متزامنا على كيان السيوني وقد بدأ خطر وبالنسبة للمقاومة اللبنانية بدأت ترمي الآن بخمسين ستين صاروخ على مناطق على بعد ثلاثين كيلو متر من الحدود هذا مدال لم نصله من قبل وبدأت تستعمل في يعني ما أتى به الهدود واحد واثين واثلاثة لضرب مقارات قيادة بعينها وهذا تطور جديد إذن اليوم شوف شنو القراءة قبل القراءة توحكيت لك هنا على الغواصة سيد العميد حبث فسلي لأنه كذلك وزارة الخارجية الأمريكية تقول أنها وفقت على بيع طائرات F-15 للكيان مقابل أكثر من 18 مليار دولار تحدثت عن موافقة الخارجية كذلك على صفقة محتملة لبيع مركبات تكتيكية للكيان قيمتها 583 مليون دولار كما وافقت على صفقة محتملة تتضمن قذائف مدفعية بقيمة 774.1 مليون دولار تشمل نحو 50 ألف قذيفة هاون عيار 120 ملي متر و32 ألف قذيفة 120 ملي متر سؤالي سيد العميد أنا عسكريا يعني هذه الصفقة محكيت على الاستباق أنت والاستباقية ماذا تستبق الولايات المتحدة الأمريكية والكيان كيف سيكون الرد الإيران يعني نقوم برويكشون بين الصفقة هذية واستعدادهم هما للرد الإيراني هذا دليل أنهم يتوقعونها رداً إيرانياً ورداً من المقاومة الإيرانية من النساوشرة ومشون ركزوا على إيران هي البعيدة والأخرى هي على المسافة السفر هما الآن يتوقعون هجوم كبير من الجهتين إذا مش الجهتين من الجيش يمني أيضاً الإشكال شنوه؟ الإشكال أنه لابد من أسلحة تمكن من الرد الـ F-15 على عكس الـ F-35 والـ F-16 الموجودين عند الجيش الإسرائيلي ممكنها السفر بعيداً والذهاب والرمي على إيران مباشرةً وهي طائرات يعني بعيدة المداء وممكن تزويدها بالجو وهي طائرات يعني مجعولة لهذا النوع من الهجوم على مناطق بعيدة جداً عن منطقة إقلاحها هذه النقطة الأولى نقطة الثانية حكيت على الهاون الهاون الثقيل هذا موجه لجنوب لبنان موجه للقوات يعني مش الإيراني ما يصلش إيراني لمسافة تعوغة قصيرة لكن دليل أيضاً أنه الذخائر نفذت عند الكيان صيوني مدام يجيبوا هالكمية هذه السلاح لهو سلاح مشيت كمية هذه تكفي لي ماذا؟ نعم تكفي لي حرب بتبعت حاله لو فتحت جبهات وهذا من نعود سماح راول بالنسبة للعسكرين لا يبرمجون ما هو موجود يبرمجون دائماً يقرون الأسوأ القادمة لا الأسوأ لا الأسوأ دائماً المقارات القيادة التي تعرف منها شغلها لا تبرمج للحد الأدنى تبرمج للسيناريو الأسوأ إذن السيناريو الأسوأ شنوه؟ هو احتدام من توسع الحرب ودخول الجميع في هذه الحرب إذن لابد من إيجاد ذخائر كافية لعلى الأقل في مرحلة أولى يمكنهم من الصمود وتصدي لكن مش نرجع الشعر شوي كانت سمح لي؟ أي طبعاً أمور خطيرة تفطنا لها الغرب الآن لما قلنا أنه حيدوا الدبلوماسي وجاءهم السقر أول شيء فعله السقر اختار القتال وهذه طامة كبرى على الغرب وصهاينة لأنه كانوا يظنون أن الضغط الذي أحدثوه منذ عشر أشهر سيثني يعني عزائم المقاومة الفلسطينية وسيجعلها يعني تأتي وتقبل بشروط نتنيهو لكن اليوم ما هو هذا القرار؟ القرار أني سأوصل الحرب اثنين رجعنا توا للأم تسعين تعرف شو الأم تسعين؟ صاروخ الفلسطيني بعيد المداء الذي ضرب تل أبيب عشر أشهر وأنتم تماشيتون قلبتم الحجر والأرض والتراب ودمرتم تسعين في مئة من غزة والصواريخ انطلقت نحو تل أبيب تقول لي آه لم تحذر أضرار لا المشكلة رمزية وبسيكولوجية يكفي أن تصفر سفرات الانظار ويقولون أن مصدر الصواريخ من غزة فستكون الطامة لداء الشعب الصهيوني يقول لك ماذا تفعلون عشر أشهر ونصف وأنتم قلبتم الدنيا ودمرتم وقتلتم وأخيرا النتيجة شنية؟ لقد قلتوا ذهبنا لاجتثاث حماس وإيقاف الرمايات على الكيان صهيوني والصواريخ أهم تسعين مش اللي جي رأوا الكبيرة الحجم اللي فها يعني يعني منصات كبيرة مش هذه صواريخ مية ومعطاش لا لا صواريخ كبيرة الحجم أم تسعين كانت تلقاوا السورة حطاها هي صواريخ لها قاذفات كبيرة جدا ثقيلة يعني إذا كانت ثقيلة موجودة ماذا كنتم تفعلون عشر أشهر ونصف هذا السؤال الذي سترحه الإسرائيلي البسيط في الكيان صهيوني عما يحدث وشفت الذكاء هذا سيسقط نظرية نتنياهو بكلها عن انتصار سحق وفعلنا ودمرنا وما قد كتاب ما بقي ألا أربع كتاب عما تتكلمون الجماعة ما زال لهم صواريخ بعيدة المدى ننتكلم على سبعين كيلو متر صواريخ لا تملك واجهش عربي وهي مقاومة ترمي اليوم على يعني تل أبيب إذن مش تعرف حكمة الرجل وقدرته محيط الطيب الدبلوماسي المفاوض جاءكم السقر الذي لا يرحم وهذا هو سيختار القتال إذا شو قال قال احنا نكون أما نعيش بكرامتنا أو نكون كل مشروع شهادة وهذا هو ذهب فيه قائد قائد اليوم قائد المقاومة اللبنانية واضح في أموره وعنده ثقة في نفسه ويعرف ما يذافع واضح دكتور رفعت بيب نمشي الموسكو ولقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يقول محمود عباس أن الأمم المتحدة فشلت في إصدار قرار واحد قابل للتنفيذ لحل أزمة غزة وذلك بسبب الولايات المتحدة الأمريكية مؤكداً أنه لن يسمح بتهجير الشعب الفلسطيني حسب ويكاة الأنباء الفلسطينية رسمية وفايا عباس شدد على أهمية قيم المجتمع الدولي والقانون الدولي وتطبيق قرارات المحاكم الدولية ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من جهته ولديمير بوتين يقول أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني في الكارثة الإنسانية التي حلت به وأضاف بوتين خلال استقباله عباس أن سبب الأزمة الحالية يعود في الأساس إلى تجاهل القرارات الدولية بخصوص فلسطين أي نحاول أن نخبرها بالجملة هل من المعقول أنا مازلين أحكيه أنا محمود عباس يودي يودي أكريم أكريم الموت تانقلك علي شمشيل بوتين ولا أكريم الموت انتهى لم يعد هناك شيء اسمه اليوم